طيب ايه نجمة داود بقى اللي اللي حطينا في القانون ما انا هقول لحضرتك نجمة داود دي اللي في العالم الاسرائيلي العالم الاسرائيلي العالم الاسرائيلي زي ما حضرتك قلت مرة قبل كده ان هو ابيض وخطين زرق في الحافين لا مش ان نلوى الفرات اللي هو نهر مصر نهر مصر اللي هو ايه واد العريش دلوقتي كان فيه هو في الخريطة اللي معايا دي لو ممكن يطلعها نهر مصر هنا في واد العريش اه بص حضرتك نهر مصر هنا فواد العريش كان قديما فيه نهر هنا اسمه نهر النصر من النهر للنهر من نهر مصر ده اللي هو فواد العريش لغاية نهر الفراط يعني مش من النيل من نهر مصر اللي هو هنا ده لفواد العريش ده المقصود من النهر من النهر للنهر لكن مش نهر النيل لكن في القراءة اللي بيطلعوها جديدة بقولوا عليها طوراتية ده بقولوا لغاية مشارف القاهر عايزين احتلل لغاية مشارف القاهر لمشارف القاهرة هم مش عايزين النيل. هم عايزين ياخدوا منطقة الاقتصادية ومنطقة بتاعة الساحل اللي هو الغاز. يعني هم يعملوا بسكراتنا. ده الكلام الحخامات اللي موجودين دلات عندهم. اه اه اه. ما هي دي الاراء اللي اسرائيل شحاك ايلها. اه. الاسرائيل شحاك ايلها. والكلامنا برضو اللي هنتكلمه النهاردة عن نجمة داود اسرائيل شحاك ايله. ايه بقى نجمة داود? اه نجمة داود هي اولا هي اه. ايه رمزيتها يعني? هي رمزيتها ملهاش اي هي يعني ملهاش اي علاقة بداود عليه السلام على الاطلاق.